أكد سعد سيد محمد بن ابراهيم المطوع وزير أدولة لشؤون المتابعة أن التعامل مع تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية من قبل الحكومة الموقرة اعتمد تصنيفات ومسارات محددة إذ أن هذه التصنيفات لا تهمل أي من الملاحظات التي يتم تصنيفها على أنها تعد على المال العام أو تتسبب في سوء إدارته وشر سعدته إلى همية تحر الدقة والموضوعية في التعامل مع ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية والتصنيف المعتمدة وعدم استحداث مفاهيم وتصنيفات جديدة لا وجود لها في التقرير من رحم هذه المؤسسة الوطنية ولد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للأعوام 2012-2013 تقرير استند في توصياته على منهج علمي دقيق وفق رؤية مهنية واستراتيجية تضع نصب عينيها صون المال العام لتسلم زمام الأمور ليد لجنة تنسيقية أمينة تضمن وتتابع مقدرات الوطن وثرواته إن المتابعة للإجراءات الرقابية التي عملت الحكومة على تعزيزها من خلال دور اللجنة التنسيقية يرى ثمارها جلية في التقرير الحالي انخفاض ملحوظ في عدد الملاحظات التي قد تتطلب إحالة إلى النيابة العامة وانخفاض ملموس في عدد الملاحظات التي قد تتطلب إجراء قانوني كما أن الملاحظات التي أوصى ديوان الرقابة المالية بإجراء تحقيق حيالها في التقرير السابق قابلها انعدام بالتوصية بإجراء أي تحقيق في أي ملاحظة في التقرير الحالي الأمر الذي يكشف عن انخفاض نسبي ونوعي في التقرير الحالي مقارنة بسابقه اللجنة التنسيقية تشرف على العملية بشكل كامل برئاسة سمو ولي العهد تشرف على عملية التعاطي والتعامل مع التقرير سوف نتبع في هذا التقرير نفس الإجراءات التي اتبعناها في التقرير السابق التوصيات التي تحتاج إلى إجراء قانوني سوف ينظر فيها ويحال إلى النيابة ما يستحق من إحالة والتوصيات التي تحتاج إلى تحسين إداري أو إجرائي سوف يتعامل منها من خلال فريق فني يتابع تحسين الأداء في الوزارات نهج جديد في تعامل الحكومة مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية نهج يؤسس لمنهجية عمل اتسمت بالتجاوب الحاسم والعملي المفصلي مع الملاحظات والمخالفات التي تتضمنها من خلال اتباع مسارين في التعامل الأول قانوني وآخر إجرائي يتمثل بإحالة القضايا ذات الشبهة الجنائية إلى السلطة القضائية لتقول فيها كلمة الفصل هنا نحتاج إلى عملية تفعيل المساءلة والمحاسبة المقصر لازم يحاسب لازم يعاقب وجود لجنة تنسيقية أكبر مرة ثانية برأسة سمو ولي العهد وطبعا عضوية نواب الرئيس نواب رئيس الوزراء وهذه بين جدية الحكومة في تنفيذ التوصيات هناك جهد دقوب لمعالجة كل جوانب القصور وخاصة فيما أثاره التقرير السنة التي تقوم بالزارة ديوان الرقابة الإدارية المالية قمنا بجدولة كل ما صدر في هذا العام وفي غيره من العام السابقة بصدد تصحيح كل مادة إذا كان لها وجود أو وجه قانوني أو صحيح باشرنا بشكل عملي لتصحيح تلك الملاحظات متابعات دقيقة لملاحظات عديدة تم التعامل معها منها ما اتخذ بحقها خطوات تأديبية ومنها تطلبت إجراءات تصحيحية في حين أن الملاحظات ذات الشبهة الجنائية والتي عملت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني على التحقيق فيها تمت إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها لمركز الأخبار طارق السواعير تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر